بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء الطلاب طلاب برايماري 4 مع حصة جديدة من حصة مستر سعين سمع مستر شريف الهواري النهاردة ان شاء الله ورادة نتكلم في listen 2 بنتكلم فيه عن الانرجي اند كولاجين ايه موضوع الكولاجين كنا نتكلمنا عنه الحصة اللي فاتت اللي ما شافش الفيديو اللي فات فيه قائمة الفيديوهات موجودة في وصف الفيديو ده نقدر نتلع القائمة بالكامل ونشوف الفيديوهات بتاعتنا كمان هنا نتكلم نولادة عن الانرجي اند كولاجين هل في علاقة ما بين الطاقة والتصادم اكيد قلناها برضو في الفيديو اللي فات على فكرة بس هنتكلم عنها النهاردة باستفادة شوي بقول لك look at the picture then put right or wrong اول صحيح ياولاد بقول لك during the collision between two objects there is no change of energy occurs تعال كده للجملة دي تعالى بقول لك لما الجسمين يصطدموا بعض ما فيش اي تغيير للانرجي ما فيش اي امتقال للانرجي ما بينهم طبعا الكلام ده wrong number two the motorcycle has a potential energy as it running on the street تعال كده تعالى واحنا قلنا الكلام ده واحنا قلنا لو انت بتجري على الطريق يبا انت فيك potential ولا kinetic برافو عليكو اكيد the wrong والصحة بتحق kinetic energy not potential energy number three the kinetic energy of the motorcycle transfer to the ice cream cart during during collision طبعا اثناء التصادم لو الموتوسيكل ده خبط في الايس كريم كار دي هل الانرجي kinetic energy اللي كانت في الموتورسايكل دي تطنيئي للايس كريم طبعا يا مصر ده كل اللي عليها هيقع في الارض وهي تقع في الارض يبا صح يارب نكون في هنا تلاتة سيلة دول تعال با نشوف الانرجي اند كوليجن وينتو اوبجيكس بامب او كراش يعني لو فيه جسمين استدموا ببعض هنقدر نقول ان فيه تصادم حصل ما بينهم يعني ايه تصادم يا ولاد طبعا بالنسبة لديفينيشنز انا مش هقولك احفظه بس هو انت ممكن لو جالك سينتيفيك تر ما تعمل ايه الا لو انت طبعا عارفه كويس جالك كومبليت تكمله انت فطبعا لازم الافضل احنا نكون عارفينه كويس يعني يا ولادي يعني هي اللحظة اللحظة اللي فيها يعني اصطدموا خبطوا في بعض يعني او التحموا ببعض او اتصلوا ببعض يعني يعني بطريقة بقوة يعني بطريقة قوية بقوة فاهمين قصدي يعني ما نفعش كل انت ماشي انت وزمينك ولمزتوا بعد كده لمسة صغيرة وتقولك ده كوليجن يعني طبعا بسيط جدا يعني بس الكوليجن بصفة عامة بطريقة قوية بقوة لو في جسمين يصلموا ببعض صح احنا متفين على كده من نحصل اللي فاتي اكيد يا مستر لو في جسمين يصلموا ببعض يحصل انا لو مليان شوية واتخين شوية وخبطت في زميل الصغير الرفاية ده هطياروا صح او لا لي لان الانرجي اللي في جسمي تنقلت لي صح يا ولاد تمام برفع عليكم يبا نكمل كده اكيد بيحصل انتقال للانرجي حدا عنده اعتراض في دي لا يا مستر تماما and also changes of energy occurs يعني ايه يا مستر مش فاهمين الجملة دي يعني اكيد بيحصل انتقال للطاق واكيد بيحصل changing energy يعني potential to kinetic and kinetic potential وهكذا طب example of collision between two objects تعالوا نشوف نشوف example what happen if you are running down the street without looking in the front انت ماشي في الطريق ومش بص قدامك تمام كده and you hit a traffic sign post وطبعا استخبطت كده في اشارة بتاعة عمود اشارة المرور او في اي حاجة مفق قدامك ايه اللي يحصل in this situation you will stop moving forward اول حاجة هنعملها انا خلاص يا مستر مش هقدر اكمل حركة يبا اول حاجة ايه you will stop moving forward تمام number two you may bounce off and get hard انت طبعا اكيد ممكن كمان ترتد الوراء لو كوت اتصادم بقى جمد يا ولاد طبعا صعبة you may bounce off يعني ترتد انت خبطت في العمود ده تروح يراجع بجسمك الوراء من كوت الخبطة and get hard يعني طبعا تصاب يحصل لك اصابة number three the traffic sign post may vibrate يعني ممكن الاشارة دي تعطي تهز كده رايح حاجة يا شوية حلوين كده لانك انت خبطت فيها صح كده شوف كل ده يعتبر ايه يا ولاد يعتبر الانيرجي الانيرجي اللي كان في جسمك اتنقلت للساين بوست دي الاشارة المرور او الاشارة دي او الصندوق ده وطبعا يا ولاد طبعا خليته يتحرك ونقلت له الانيرجي يلا نكمل اول حاجة تقول يا مستر اكيد وانا ماشي كان في جسمي فيه كينيتك اينيرجي يالله برافو عليك يبدا كينيتك اينيرجي ترانسفير فرم يول بادي من جسمك الطاقة الحركة اللي كان في جسمك طبعا اكيد ليه اشارة المرور او الصندوق المرور ده او اشارة المرور ده فايلي يحصل طبعا هيقدي الى اهتزاز ايه كمان جزء بقى كمان من الكينيتك اينيرجي اللي كان في جسمك دي مش هتخليها تهتز بس لا ممكن نقول حتى كمان لو عربيتين بيغبطوا في بعض وتيجي تلمس مكان الصدمة كانتلاقي فيه سخونية فيه حرارة فيه صوت صح كده لطبعا الصوت اللي انت هتسمع والنتيجة الخبطة اللي انت تخبطاتي يبقى فيه ترانسفيرنج الانيرجي او فيه ترانسفيرنج الانيرجي مست الكينيتك اينيرجي تنقيت من جسمي وراحت للساين بوس ديت وخليتها تتحرك وحصلها فيبريشني اهتزاز طب فيه تشينج للانيرجي او طبعا فيه تشينج الكينيتك اينيرجي تشينجي انتو الساوند تحولت للصوت سمعنيه بارت منها جزء منها طب تعالوا نكمل كده ونشوف الانيرجي في متوع يا لا يلا عايزين نحط الكلمات دي اولاد بريد كينيتك كولايد كار اه هنا الولاد ده وتركب البايك بتاعته وخبط فيه العربية بتاعت العيش دي يلا نكمل بقى كده العجلة دي كان عندها ايه انرجي سهلة جدا يا مستر كينيتك انرجي طبعا ناكت بتجريع الطريق طب نمبر 2 طبعا ايه اكيد لما الولد ده وتحصل له ايه اولاد كولايد يا مستر استضم طاقة الحركة اللي كانت في العجلة دي للولد راكبها اكيد يا مستر كارت كمان والخبز شوف العجلة او العربية ديت اتحركت من مكانها والعيش اللي عليها وقع على الارض لاني كينيتك كارت كارت بريد طبعا العيش انتشر وقع على الارض وطبعا العجلة اتحركت من مكانها يا رب يكون فاهمنا كده موضوع ترانسفيرنج الانرجي وشينجينج اللي حصل طيب تعالوا نشوف هل السرعة تأثر في التصادم من العقل يعني ايه يا مستر طبعا انا لو كنت بجل بسرعة او خبطت في عمود المرور ده او اشارت المرور دي انا كنت زماني دي وقت يعني تعورت جامد لكن لو الحمدلله انا كنت ماشي بالراحة شفت السرعة بتأثر ازاي تعالوا نتعرفها كده مع بعض طبعا فاكرين الاسبرمت اللي خدنا بكده دي في الكنسبت اللي فات ان كل ملميل يزيد العربية دي هتتتحرك اسرع صح واقف على ثلاث كتب هنا هنا كتابين فين اسرع هنا يا مستر طبعا طيب تعال نشوف بقى now we are going to study the effect of speed on collision the amount of kinetic energy of an object depends on its speed يعني يا مستر اكيد kinetic energy اللي في جسمي بتعتمد على سرعتي لو انا باجلي بسرعة يبانا عندي kinetic energy كمان قوية جدا طيب نكمل بقى add the speed of an object increase the kinetic energy of this object increase طبعا مش يعني هما زي بعض انا صرعتي بال kinetic energy اللي في جسمي عالي انا في جسمي kinetic energy عالي يبانا اكيد بجري بسرعة طب تعال نكمل يعني لو في جسمي متحرك بسرعة استضم في جسمي تاني اكيد الراجل يراكب الموتورسايكل ده هيدي جزء من kinetic energy بتاعته كل الايس كريم كارت دي العربية تاعت الايس كريم والجزء التاني يتحاول او light او heat طبعا نكمل كده some of this transfer the energy may be in the form of heat light or sound يعني جزء من الطاقة دي اولا هيتحرك نسمع صوت طبعا اكيد لو حصل خطة او صدمة بنسمع صوت ممكن يحصل light شرار كده حصل ممكن نسمع ممكن يكون فيه heat زي ما قلت لكم ابل كده كمبارزون كبتوين fast moving object fast moving object and slow moving object ايه الفرق ما بين الحادثة اللي بتنشأ اولاد او التصادم اللي بينشأ عن fast moving object slow moving object تعالوا نبدأ ب slow moving object بصوا على الصورة انتو تعرفوا اصلا كمان بصوا على الصورة تحت كده يلا نكمل خليكم عايفوه بقى slow moving object it has less energy اكيد طبعا مش انت slow moving object انت ماشي براحتك ماشي بالراحة يبقى انت اكيد عندك less energy طبعا ايه كمان when this object hits another object it exert less force لو اصطدم او خبط يعني في object تاني اكيد هيأثر عليه بس force قليلة شوية او هيكون التقل او القوة اللي بزالها او قوة تصادم ضعيفة شوية بالعقل طب when this object fast بقى ركزي when this object hits another object it exert more force هيأثر عليه more force اكيد طبعا مستر كمل ايه كمان this force causes less damage of this object than the fast moving object اكيد طبعا ال damage هنا بيكون اقل يعني انزلوا الحمدلله حدثة بسيطة خطة بسيطة نروح نصلحها بسرعة لكن لو انت كنت fast moving object it has higher kinetic energy هيبع عندها kinetic energy اكتر فهيكون damage more يعني مصدو كده this force causes a big damage ضرر او تلف اكتر to the object that can't be ravited طبعا الهو يعني بيكون damage اكتر من ال object اللي هو كان ماشي بالروح اكتر من ال object اللي كان ماشي بالروح شايفيني الصورة عاملة ازاي طيب كده الخلاصة يا ولاد اه طبعا يا مصدر لازم نبطق سرعتنا شواء يا مصدر وحنا ماشيين بالعربية بتاعتنا وبتاعت الباب تعالوا شو كده running fast is very dangerous يعني تجري بسرعة خطر جدا ليه لان لو العربية زودت سرعتها اكيد انتوا هتكملوا الصوت اللي اللي جاي برفض عليكم طقت الحركة اللي فيها تزيد طبعا يكون فيه قوة اكبر كده اثناء الحدث السؤال اللي نشوف السؤال اللي ما تهابين دول يا ولاد ما تهابين اف two cars move at a different speed in the opposite direction collide with each other يعني عربية ماشيين بسرعة مختلفة وعكس بعض يعني عربية ماشية الناحية دي وعربية ماشية وصدعة الناحية التانية جايب فوش بعض يعني the opposite direction إلا يحصل the force exerted in the accident depends on the speed of both car اكيد طبعا القوة اللي هتنشع عن الحادثة دي هتعتمد على سرعتهم so the damage would be match طبعا التلف هيكون اكتر إمتى because they move in the opposite direction هنا بقى هنا اهتفقنا يعني the collision بيتمد على سرعتهم بس هيكون اكتر more severe يعني عنيف جدا because they move in the opposite direction لأنهم بتحركوا عكس بط طب when the two cars move at different speed in the same direction هم رأى بيجلوا ورا بعض كده وانا خبطت العربية دي من ورا كده احنا ننجل احنا الاتنين في نفس الاتجاه تعالوا نشوف the force exerted in the accent depend on the speed of the both cars صح اكيد طبعا متعتمد على سرعتهم بس الزائبة the damage would be less هيكون اقل شوي because they move in the same direction يبقى ماتفين يا مولاك لو two cars move in the opposite direction the damage will be more while the the two cars when they move in the same direction هم بتحركوا مع بعض the damage will be less يا رب نكون فهمناها check your understanding عشان ناخد الهومورك يا ولاد هحل واحدة the amount of kinetic energy of an object depends on the speed طبعا of the object طبعا speed بتاعته the amount of kinetic energy كمية الطاقة الحركة اللي في جسمي اكيد بتهتمد على سرعتي اللي بعدها بقى انتوا تحلوها في الهومورك يا ولاد في التعليقات كتبولي في التعليقات fast moving object have يا ترى ايه kinetic energy هال high ولا less why is slow moving object has a او have a kinetic energy سهلة جدا number three ترقم لي الرقم بتاعها by increasing the speed of an object لما تزود سرعة ال object it's kinetic energy اكيد يحصل الله ايه لما تزود سرعتك بكده يا ولاد خلصنا listen number two عرفنا what the relation between collision and energy وعرفنا طبعا how energy transfer and how energy change to sound or light or heat energy after collision كل طفيلكم وننتظر ان شاء الله listen number three اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة